كعادتها تحاول السعودية استخدام وسائل عدة لتمرير مشروعها التخريبي في اليمن من الترغيب إلى الترهيب ثم التشويه اللزم الأمر فمنذ وجودها بطريقة غير قانونية في المهرة واخر العام 2017 حاولت السعودية بسط نفوذها وتبرير وجودها بمزاعم عدة كمكافحة التهريب تارة والتصدي للإرهاب تارة أخرى شيطنون بكافة الألواع وكل عيب شرعي بما فيها المخدرات والتهريب وقطعين الطلب لم تفلح تلك المزاعم السعودية المغرضة ضد أبناء المهرة فعمدت إلى تشويه الرموز الوطنية التي وقفت ضد مطامعها المنتقصة للسيادة الوطنية والمبتزة للشععية كالشيخ علي الحريزي وآخرين إلى الغوات السعودية هذا أرضنا وليس أرضهم وهذا منفذنا وليس منفذهم وعلي من يكفوا لهذا فأبناء المهرة منذ أكثر من عامين تصدوا بكل حزم لعبثية السعودية وابتزازها المستمر للشرعية عبر تقويض سلطتها في المناطق المحررة وفي المهرة على وجه الخصوص من خلال عسكرة المحافظة والسيطرة على منافذها الحيوية أنا لا أرغب المهرة أنا لا أرغب المهرة تماسك أبناء المهرة وإصرارهم الكبير على ربض الوجود السعودي غير المشروع في أراضي المحافظة ودفاعهم عن رموزهم الوطنية ضد حملة التشويه التي طالتهم مؤخرا شكل أزمة حقيقية للسعودية وعمق حالة الشعور بالمأزق لديها ويظل صمود أبناء المهرة في وجه مشروع الفوضى السعودي نقطة أمل لكل اليمنيين ودربا وحيدا لاستعادة الدولة والانتصار للكرامة الوطنية تلك هي معادلة الصراع والتدافع المحموم بين مشروع الدولة الاتحادية ومشاريع الفوضى والخراب التي مكن لها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن ترجمة نانسي قنقر